أهلا بكم مشاهدينا إذن لنستعرض هذه الأرقام والنمو المضطرد لبنك الإمارات دبي الوطني على مدى الأعوام الأربعة الماضية لنبتدأ مع عام 2012 وكانت الأرقام تشير إلى مليار وتسعمائة مليون درهم إماراتي مع نهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2012 ولكنها سجلت ارتفاعات بنسبة 37% في عام 2013 خلال التسعة أشهر الأولى ثم أيضا ارتفعت بنسبة 50% نمو مضطرد لهذا البنك إلى ثلاث مليارات تسعمائة مليون درهم في عام 2014 لتحقق أيضا مكاسب نسبتها 27% حتى نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2015 لتصل إلى ما يفوق خمسة مليارات درهم إماراتي لننتقل إلى أسباب الارتفاع في أرباح بنك الإمارات دبي الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لدينا عن صافي دخل الفوائد والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة تسعة أشهر الأولى من عام 2014 حيث كانت تشير الأرقام إلى صافي فوائد يصل إلى 7 مليارات ارتفع إلى 7 مليارات و600 مليون درهم إماراتي مع نهاية سبتمبر 2015 السبب الأبرز هو تخفيض المخصصات لانخفاض القيمة والتي خفضت بمقدار مليار درهم كامل من 3 مليارات و800 مليون درهم أي بنسبة 27% خفضت إلى مليارين و800 مليون درهم إماراتي مع نهاية سبتمبر 2015 هذا بالنسبة لأسباب الارتفاعات لنعود إلى القوائم المالية وإلى المركز المالي لبنك الإمارات دبي الوطني نتجه إلى الأصول أولا والتي ارتفعت بنسبة 10% منذ سبتمبر 2014 من 353 مليار و900 مليون إلى 390 مليار و400 مليون درهم إماراتي مع نهاية سبتمبر 2015 القروض ارتفعت بنسبة 6% من 247 مليون إلى 261 مليار و600 مليون درهم إماراتي وبذلك ايضا ارتفعت الوداء بنسبة 8% من مغسيات 149 مليار و700 مليون إلى 269 مليار و300 مليون درهم إماراتي هذا بالنسبة للمركز المالي نتجه إلى الإرادات التشغيلية في بنك الإمارات دبي الوطني كان لدينا إرادات تشغيلية ارتفعت بنسبة 2% من 10 مليار و880 مليون درهم إماراتي في سبتمبر 2015 ارتفعت إلى 11 مليار و150 مليون درهم إماراتي طبعا تتوزع تلك الإرادات التشغيلية بشكل أبرز ما بين الشركات والأفراد الشركات تستحوذ على 33% من الإرادات التشغيلية وقسم الأفراد 38% يأخذ قسم الخدمات الإسلامية من نسبة 16% من الإرادات الخدمات الأخرى المقدمة من البنك حوالي نسبة 12% الخزينة حوالي نسبة 1% هذا بالنسبة لتوزع الإرادات الإرادات ولكن في القطاعات يبدو بأنه كان هناك تراجع من نصيب قطاع الشركات بنسبة 1.3% من عام 2014 لشهر سبتمبر تحديدا من 3 مليار 730 مليون إلى 3 مليار 680 مليون درهم إماراتي قطاع الأفراد ارتفع بنسبة 2.3% أتحدث عن الإرادات التشغيلية من 4 مليار 200 مليون إلى 4 مليار 300 مليون الخزينة تراجعت بنسبة 81% من 700 مليون تقريبا إلى 130 مليون الخدمات الإسلامية ارتفعت بنسبة 28% إلى 1.8 مليون والخدمات الأخرى ارتفعت أيضا بنسبة 44% من 900 مليون إلى 1.3 مليون درهم إماراتي هذا بالنسبة للإرادات التشغيلية لنطلع الآن على مؤشرات الأداء الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني لدينا نسبة كفاية رأس المال ارتفعت بشكل طفيف يعني من 20.4% إلى 20.9% وهي تفوق المتطلبات طبعا والتي نسبتها 12% نسبة القروض مخفضة القيمة أو بمعنى آخر المشكوك في تحصيلها تراجعت من نسبة 12.6% منذ عام 2014 لتتراجع إلى نسبة 7.1% كنسبة القروض المشكوك في تحصيلها ونسبة التغطية لهذه القروض ارتفعت من 70% إلى 115.3% ترجمة نانسي قنقر